اشتركوا في القناة مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الرياضي الاكبر والابرز في مملكة البحرين سباقات الفورميلا واحد تشهد المنافذ البرية والجوية في المملكة وصولا مكثفا لزوار الفورميلا واحد من مختلف انحاء العالم مع الاشارة الى ان موظفي المنافذ مؤهلون لاستقبال الاعداد الكبيرة من الزوار وعلى استعداد تام لانهاء اجراءاتهم بكل يسر وسهولة ففي هذه الايام تواصل شؤون الجنسية والجوازات والاقامة تلقي طلبات الحصول على تأشيرة الفورميلا واحد اذ يمكن التقدم بالطلب الالكترونيا لعدد 115 جنسية محددة على موقع التأشيرة الالكترونية في حين بامكان رعاية 67 دولة بالاضافة الى المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التأشيرة عند الوصول الى منافذ المملكة الاستعدادات لانطلاق سباقات الفورميلا واحد على قدم وساق ليس في نطاق حلبة البحرين الدولية التي سيقام فيها السباق وحسب بل تشهد كافة وزارات المملكة استعدادات تليق بحجم الحدث الرياضي الاكبر فمن جانبها اتمت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين وحماية موقع الحلبة والطرق المؤدية اليها وتنسيق الترتيبات المرورية التي تهدف لضمان سياب الحركة المرورية في منطقة الحلبة وزارة الصحة ايضا اعدت التجهيزات والاستعدادات الطبية اللازمة من خلال تشكيل فرق طبية ستتواجد في حلبة البحرين الدولية لتقديم خدمات الرعاية الصحية خلال فترة السباق فيما استكملت وزارة شؤون الاعلام كافة الاستعدادات الاعلامية لتغطية هذا الحدث الهام عبر اجهزتها الرئيسية التلفزيون والاذاعة ووكالة انباء البحرين وفي ظل هذه الاستعدادات الكبيرة التي بذلت مملكة البحرين من المؤمل ان تشهد حلبة البحرين الدولية استضافت جولة مميزة من سباقات الفورميلا واحد تتسم بروعة ودقة التنظيم الذي يحمل بصمات الارادة البحرينية الاصيلة في عزم اكيد على جعل هذا السباق واحدا من اجمل واروع سباقات الموسم وواجهة مشرفة لمملكة البحرين على الصعيد العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة